في السياق نفت شركة الخطوط الجوية ليمنية المزاعم التي ترويج لها ميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن إيقاف خط الرحلات صنعاء عمان صنعاء وأكد جدول الرحلات اليومية الذي تنشره الشركة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن وأضح مصدر مسؤول في الشركة أنه بسبب موسم الحج تمر الرحلات عبر مطار جد الدولي في المملكة العربية السعودية فيما تستمر رحلات العودة المباشرة بين عمان وصنعاء وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة وابتداء من يوم الجمعة القادمة ستعود الرحلات المباشرة بين صنعاء وعمان كما كانت عليه من السابق اشتركوا في القناة